يقودني إلى هذا السؤال الذي طرحناه قبل قليل إلى نقاط تشابه كثيرة بينك وبين الأمير ملهيشان كلاكما تربى في دار المخزن وكلاكما يعبروا عن أفكاره في الكتب وفي المقالات وكلاكما خرج أو أخرج بطريقة معينة من القصر هل ترضيك هذه المقارنة؟ أعتقد ليست هل ترضيك هي غير صائبة غير صائبة أولا الأمير ملهيشان جزء من الأسرة المالكة أنا لست جزءا أنا شخصيا كنت دائما أتحاشى الخوض في هذه القضايا المرتبطة بمواقف الأمير ملهيشان على اعتبار أنها شأن عائلي ثم الاعتبارات شخصية كذلك يعني لست أول شخص يقول ذلك الكلام ولكن تهمت في فترة من حياتي بأنه علاقات مع الأمير ملهيشان في 1994 إلى آخر وكان ينشط أن ذاك من أجل إنشاء مركز للدراسة تابع لبرينستون لم تكن لدي علاقات مع الأمير ملهيشان لأنها الحقيقة حتى لما كنت في واشنطن لم تكن لدي إلا إذا اعتبرنا السلام علاقة ولكن يعني علاقة أو عمالة أو اشتغالة لم يكن أعتقد بأن لدي من الحد الأدنى من الحكمة باعتباري بالأخص موظفا للدولة ألا أزوج في قضايا تتجاوزني فأنا شخصيا كنت أنقى عن هذا الموضوع فلا أعتقد بأن المقاربة أو المقارنة صائبة له توجهاته ولا أشاطره طرحه مع العلم طبعا أنني أتابع ما يكتب لا شك طبعا أنك قرأت كتابه الصادر حديثا الأمير المنبوذ وربما شاهدت الحوار الذي أجرته معه الزميلة عزيزة نيتسيبهة هنا في هذا الستوديو كيف قرأت هذا الخروج غير المسبوق لأمير علوي بهذه الطريقة ولن ينبغي أن أقول شيء منذ البداية وأن الملكية ليست شأنا عائليا هي بالأساس عقد اجتماعي ضمني بين الملك وبين الشعب حدثت عن الملكية في المغرب في المغرب طبعا ليس كمفهم لا طبعا طبعا وليست شأنا عائليا وتلمح ربما إلى العقد العائلي الذي سأقترحه ذات يوم لا أنا أتكلم وأقول بأنه ليست شأنا عائليا ولذلك ثم هناك ذوابط تحددها وهي التي يتضمنها الدستور هذا من جهة فيما يخص الكتاب أنا أعتقد أن لكل شخص أن يكتب ما يريد ولكن هل يجوز مثلا لمن يريد أن يرسم تصور لبلده أن يمزج ذاتيته ألا يمكن أن تطغى ذاتيته على الرؤى التي يريد أن يطرحها ثم هناك قضايا أخلاقية هل يمكن نقل أشياء حميمية مثلا وكتابته أنا ليس لدي جواب دعني هذه أسئلة ربما تنمي إلى أيهاكي كي يتابعنا المشاهد أيضا أنا ربما تنمي إلى المقاطع التي تحدثتها عن أشياء شخصية ثم هناك أشياء مثلا غير دقيقة وهذا يجعل الشهادة مجروحة مثلا أعطي مثال الأمير مليهي شام يتكلم عن محمد الشرقاوي وهو شخصية وطنية وازنة محترمة لا جدال في ذلك لكن محمد الشرقاوي لم يكن مواقعا على وثيقة الاستقلال يقول في الكتاب يقول فهذا يجعل شهادته مجروحة مثلا يتحدث عن من كان مثلا مرافقا للمرحوم الأمير ملي عبدالله الكولونيل فنيري والذي كان متورطا في العملية أو المحاولة الانقلابية للسخيرات في واحدة سبيل الأمير مليهي شام لا يقول كل شيء عن الكولونيل فنيري لا يقول بأن الكولونيل فنيري مثلا أطلق النار على شخص من ضمن الضيوف وقتله وأرداه قتيلا وهو السيد الدكالي الذي كان يشتغل في الكتابة الخاصة للملك يعني هناك توجيه للأحداث وهناك انتقاء وهناك عدم دقة وأعتقد بأنه من دون شك أنك تابعت أن بعض الصحافيين مثلا يعني اعترضوا على ما نسب إليهم فلذلك يبقى الكتاب في نهاية المطاف شهادة ضمن شهادات قابلة للنقد والتمحيص فيما يخص تعتقد أنه شهادة وتعبير عن رأيه وآراء مختلفة أم له حمولة سياسية؟ إذا كانت له حمولة سياسية فالجانب الذاتي أساء إلهته الحمولة من حق أي كان أن يكون له جانب ورؤية لبلده لا شيء يمنع شخص حتى ولو كان أميرا لكن حينما يمزج الطابع الذاتي الذي قد يبدو أحيانا يعني عبارة عن تصفية حسابات يسيء إلى الرؤى التي يريد أن يعرضها أما الرؤى فهي قابلة طبعا للنقاش هناك من يرد على هذا الكلام بأن كل كتب التي تكتبها شخصيات عمومية تكون تمزج الذاتي بالموضوع بالرؤية السياسية هذا نوع من الكتب جارب العمل لكل واحد أن يكتب كما يشاء ولكن للقراء كذلك الحق في تقييم العمل أنا أقول بأن الكتاب حينما صدر أصبح ملكا للقراء ومن حقهم أن يجروا قراءتهم طبعا كيف يمكن مثلا أنا مثلا أعطيت أمثلة عن أشياء غير دقيقة في الكتاب لا أريد مثلا أن أحيل إلى أن الجوانب الشخصية في ثقافتنا ينبغي أن تحترم حينما يكون للأموات حرمة على اعتبار أن الأموات ليسوا أحياء لكي يدافع عن أنفسهم ولكن الشيء الأساسي هو أنه هذه الذاتية عندما يحسي بعض التفاصيل عن والده ربما تقصد أو عن الحسن الثاني لو فهمت كلامك جيدا أنا شخصيا يعني مثل ما قلت للأموات حرمة الحسن الثاني مثلا شخصية شخصية سياسية يقارع بناء على المنظور السياسي كان للحسن الثاني معارضون واجهوه بالأدوات التي يفرضها العمل السياسي من خلال الاعتراض وربما أحيانا من خلال اللجوء حتى ربما إلى التآمر ثم الآل الحسن الثاني أصبحها شخصية تاريخية يعني ننظر إليه بموضوعية بدون تحامل ولكن بدون محابات وللدراسة التاريخية ضوابطها ولا أعتقد بأن هذه الضوابط متوفرة في الكتاب لكن كانت هناك أيضا حملة معينة ضد كتاب ملهي شام في الصحفة أو في عنوين كثيرة من الصحفة المغربية ألا تعتقد أن هذا الكتاب حمل ما لا تقتله به أكثر مما ينبغي؟ أنا لا أستطيع أن أقيم هل هناك حملة أم لا؟ لا أدري ولكن هل يمكن أن نعتبر مثلا بعض الأشخاص الذين كانوا محسوبين على الأمير ملهي شام أنهم ضمن الحملة؟ لا أعتقد بأن هناك كانت حملة أعتقد بأن هناك ردود طبيعية لكتاب صدر يمكن لأي شخص أن يقرأه وفق رؤيته فهذا هو الذي أرى أنا بالنسبة إلي الشيء الأساسي هو أنه أطرح السؤال هل يمكن لشخص مثلا يريد أن يعرض رؤاه وتصوره بالنسبة للمغرب أن يمزج ذاتيته ألا يمكن لهاته الذاتية أن تسيء بهذا الطرح هناك أيضا من يمكن أن يرى الأمر بمنظور مختلف وجهة نظر التي تدافع عنها هي وجهة نظر تقليدية جدا يعني الدفاع عن حرمة الأموات إلى أخير هناك أشياء ربما تنتمي يمكن أن تعتبر تحديثا للمجال العام ولمجال حرية التعبير أنا لا أصلر فقط من أجل أنا ليست فقط حرمة الأموات لأن الأموات لا يمكن أن يدافع عن أنفسهم فحينما تنسب إليهم أشياء لسنا متأكدين إن كانت صحيحة أم لا يعني أنا في نهاية المطاف تبقى أو ما ورد في الكتاب شهادة ولكن ليست حقيقة ليست حقيقة لا يمكن أن أرتكن إلى هذه الشهادة إلا إذا واجهتها وقارنتها بشهادات أخرى أما الشيء الذي يمكن أن أآخذه هو عدم الدقة أنا أعطيت أمثلة بالنسبة لقضايا يعني يتبين بأنه لم تكن هناك دقة مما يعني بوضوح بأنه ينبغي أن نحتاج فيما يخص يعني الشهادة وما ينسب مثلا إلى بعض الشخصيات ندخل أكثر نتقدم دائما في هذا الكتاب بعض المواقف التي طرحت في هذا الكتاب وطبعا طرحت أيضا في مقالات لمونهي شام قبل مثلا هو يتحدث عن أن يستحيل أن يتقدم المغرب دون قتل المخزن هناك مسار بدأ من العماء لا نقر بأن هناك مسار وأنا كنت من داخل المطبخ ولكن كذلك من العماء كذلك عدم الاعتراف بأن هناك ما تسميه أدبيات الاتحاد الاشتراكي بجيوب المقاومة جيوب مقاومة التغيير طبعا لأن هناك جهات لها مصالح لكي تظل الأمور على ما هي عليه والمسألة ليست مرتبطة بشخص أو بأشخاص المسألة بنيوية نحن حقيقة نتحدث عن بنية أرساها الاستعمار وأرساها اليوتي بنية تقليدية بمحاذاة بنية عصرية بالنسبة للإدارة الاستعمارية على الأقل في عهد اليوتي لم تكن المسألة تطرح مشكلا تطور الذي عرفته الأشياء هو أن البنية الحديثة في نهاية المطاف كانت لصالح المعمرين وعلى حساب ما كان يسمى الأهالي لزندجان أي نحن في نهاية المطاف المغرب في نهاية المطاف المستقل المغرب المستقل لم ينهي هذه البنية كان هناك نعم من التزاوج بين هاتين البنيتين أنا في تصوري أنا الأوان يعني أن نرسخ بناء الدولة والدولة تعني دولة المؤسسات تعني الصالح العام لفائدة كل المواطنين تعني قواعد عامة وغير شخصية هل ممكن هذه العملية ممكنة مع استمرار المخزن؟ لا أنا ممكن للمخزن أن يتطور ممكن للمخزن يعني مثل ما تطورت بنية الدولة الفرنسية مما يسمى النظام القديم الانسيان غيجيم إلى الدولة هناك مثلا استمرار بين يعني بين لويس الرابع عشر ونابوليون ولكن عوض أن تكون الدولة أنا مثل ما كان ينسب للويس الرابع عشر أصبحت الدولة يعني مفهوما عاما ومجردا فيمكن أن يتم تطور ولذلك أنا من الذين ينادون بتطور هادئ إذن بدل قتل مخزن تطويره يعني بنية يعني تتطور لكي تفضي إلى الدولة طبعا هناك مؤسسات عصرية والذي طبعا لكن هذه المؤسسات لم تكن يعني تتوفر على نوع من الاستقلالية بالنظر إلى تدخل عناصر كانت تحد منها وهو الشيء الماشين الذي من دون شك أنه يحد من تطور المغرب مع الأسف لم يبقى لدينا كثير من الوقت أستاذ حسن أوريد أريد أن أسألك في نهاية هذا البرنامج حول ثلاثة أسماء وتعطيني تعليقا مقتضبا عن كل اسم فؤاد علي الهم رفيق دراسة وصديق التقينا في أشياء واختلفنا حول أشياء والاختلاف لا يفسد للود قضية مثل ما يقال هو الآن مستشار للملك وأنت كاتب حر مستقل نعم هذا واقع هذا وضع موضوعي معا